وانت نعرف التيار وجمهورة الوطن الشجاع المسودة نعرف سيد مقتدى يجيها عروض يعني التيار قيادة التيار لو كانت تريد تعترض على سانتليغو اعترضت على سانتليغو صدقني بس مثل ما قلت لكاني هذه المرة يعرفون ان سانتليغو لن يعود في صالحهم الماكنة الانتخابية الصدرية اذكى مني ومنك ومنك سانتليغو ليس في صالحهم هالمرة يعرفون لو الدوائر المتعددة ليست في صالحهم فمن الآن الماكنة الانتخابية ستعود لرسم خارطة انتخابية على سانتليغو بانتظار المنافسين والشركاء الاخرين فما يريدون يعترضون ولا لو يريدون يعترضون تيار صدري لا خايفين ولا يستحون من الباطل لأنه من الحق يستحون حتى ما تعول المقالة بشكل صحيح حبا لسماحة السيد والتيار والله والعساء سيد مقتدى اذا ما سألتك عن لسانهم سألتك عن لسانهم انه انا ما ممكن ان اعود ان اتحالفت معكم الذين اخذلتموني عندما تحالفت معكم في مشروع انقاذ وطن كيف سيقدمون ضمانات لسيد مقتدى ان يثق بهم من جديد حسنا نقدم قراءات اهي سياسة واني بالنتيجة اليوم اني عندي سياسة ما اعتقد ما اعتقد اخذ له سيد مقتدى الصدر يعني لا الوضع السني كان يسمح انسحاب ولا الوضع الكردي يسمح انسحاب اذا انسحب مسعود بارزاني فالبارتي سوف يبتلع المشهد واذا انسحب السيد الحلبوسي فغرماء سوف يبتلعون المشهد وهنا قوى ضامنة اقليمية عربية دولية بالتأكيد لن تسمح بانسحابهم فقرار الانسحاب كان قرار فردي من سماحة سيد مقتدى الصدر لحد الان وظف في دعم حكومة السيد السوداني عني الشي اللي اقول انه قد يندم في داخل قراءة السيد الصدر انني اثق كثيرا ان السوداني سيكون علامة فارقة مختلفة عن كل الذين سبقوهم حتى الذين ايناهم كلنا نتوقع هذا سيؤدي الى تجربة ناجحة انا كنت اتمنى ان يكون السيد الصدر فيها وان لم يكن فيها فبصراحة يجي اللي مثلي ومثلك ويشوف يعتقد الآن ان اكثر داعم الها هو اللي شار كل حصة وانطاها الها وهو سمحت سيد مقتدى الصدر الاطاريون يفهمون هذا بالطريقة التي انت تفهمها احنا المنصفين نفهمها احنا والمحايدين والباحثين انا افتهمتها انه هي زهد صدري في دعم حكومة السوداني ان يوم انا من انطيتك الفرصة ونجحت واني ساكت فمعناتها انه انا زاهد لكن من اشوفك تنجح وابدي اخربط لا معناتها انا حشاهم تصدريين من الخربط بس لحد الآن اكو مقدمات نجاح مهمة ومن يقول قد يقول من يقول ان السيد السوداني سيدخد في خارط انتخابية مع كل قوى ادارة الدولة او مع كل قوى الاطار التنسيقي الذين للآن هم يقولوا ان نحن اطار تنسيقي متحالف اطار تنسيقي لمواجهة تحالف السيد السدر مع السنة والكرد لحد الآن هم يقولون اننا لسنا تحالفا وبالتالي الخارطة الانتخابية تتحمل المزيد من الافتراضات السادر